السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تتبعي قناة تليم تدائي الرائد كيف انتوما كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير اذا نحن في الاسبوع الخاص بالمراجعة العامة واسبوع خاص مجموعة للنماذج الفروض اللي شفناها سابقا جميع الفروض كنخليها ليكون pdf صندوق الوصف اذا كذلك بالنسبة للناس اللي يتابعوني على الفيسبوك شكرا لكم على الرسائل الجميلة اللي كانت وصلت بها كل يوم سنخلي لكم الرابط دي الصفحة الفيسبوك في صندوق الوصف مرحبا بكم سواء على اليوتيوب او على الفيسبوك الاهم هو انه يستفد معنا اكبر عدد ديال التلاميذ والتلميذات من الدروس اللي كان نوضع كل يوم على القناة بالنسبة للناس اللي يقولوا لي انه ما كيتوصلوش بالاشعار ديال الدروس اللي كان حطاها كل يوم حاولوا تأكدوما انكم فعلتوا جرس الاشتراك لانه ولما كان اشتراك في القناة اكيد ما غزيش يوصلكم الاشعار ديال الدرس مفهوم؟ جيد جيدا اذا بنسبة لكيف قلت لكم جميع النماذج ديال الفروض اللي كانشوفوه مصححة سنخليها لكم في صندوق الوصف حتى ان شاء الله نموذج جيليومة الخاص بمادة التعبير في اللغة العربية بالنسبة لمستوى الاول ابتدائي مفهوم جيد جدا اذا نبدأ على بركة الله اتمم بما يناسب مما يلي جديد بارد طويل ماهر اذا اللحظوا معايا انه عندي هنا يا مجموعة ديال الصور سنحاول اننا نشوفو الكلمة الاولى ونحاول اننا نشوفو ناخدو الكلمة اللي مناسبة ونحطوها في المكان المناسب ديالها جيد العصير ماذا؟ بارد هنا حاولوا انكم تخدموا شي شوية لدكاء ديالكم يعني حاولوا تخدموا الدكاء ديالكم حين نغم الموحنا دائما سنقولوا ان العصير سيكون بارد يعني كلكم كيعش بكم العصير بارد وكتبغيوا تشربوا العصير بارد لهذا فالعصير دائما تكون بارد لانا سنختار كلمة بارد بدون تردد لانها هي الكلمة الصحيحة مفهوم جيد الكرة لاحظوا معي جديدة الكرة جديدة الفستان ماذا؟ طويل الطبيب ماذا؟ ماهر الطبيب ماهر جيد اتمم التمرين الثاني نلاحظ نقرأ السؤال حاولوا انني نمتح لكم بصورة ديال السؤال من خلال ما سبق اتمم الفقرة التالية يعني احنا مازال محتاجين لهذا الجدول هذا اللي قمنا بالملء ديالوه مازال محتاجين المعطيات اللي فيه مفهوم جيد جدا اذا نحاولو نشوفو فين احنا محتاجين هاد المعطيات اذا رحتوا معي ذهبت غيثة مع امها الى السوق فاشترت فستانا طويلا وكرة جديدة ثم شربت عصيرا باردا اعيد ذهبت غيثة مع امها الى السوق فاشترت فستانا طويلا فستانا لاحظوا معي الصورة فستانا طويلا وكرة جديدة ثم شربت عصيرا باردا ثم شربت عصيرا باردا جيد اذا نتمم مرضت غيثة فحملها ابوها عند طبيب ماذا ماهر مرضت غيثة فحملها ابوها عند طبيب ماهر اذا نكون قد اجبنا على التمرين الثاني باستعمال الجدول وهو ساعدنا الجدول الاكيد لاننا نجاوبه بطريقة صحيحة مفهوم جيد جدا نتمم التمرين رقم ثلاثة اذا نشوفوا التمرين رقم ثلاثة ماذا يقول اذا نقرأ السؤال ارتب الكلمات تالية لأكون جملة مفيدة اذا لاحظوا معي هنا عندي مجموعة الكلمات المباثرة نحاول ان ارتبها للحصول على جملة مفيدة ولها معنى وخا جيد اذا لاحظوا معي نظيف القسم لجملة مفيدة ماذا نقول القسم نظيف اذا اكتب القسم نظيف هنا لدينا جميل هذا ببغاء هذا ببغاء جميل هذا ببغاء جيد غيثة الطبيب يفحص اذا نقرأ الجملة بطريقة صحيحة يفحص او الطبيب يفحص غيثة والله ممكن نقوله يفحص الطبيب غيثة يعني جميع الحالات صحيحة تجمع الفراش خديجة نقرأ الجملة بطريقة صحيحة خديجة تجمع الفراشة خديجة تجمع الفراشة خيطا خيطا يمسك أخضر خالد اذا نقول يمسك خالد خيطا أخضر اذا سنحاول انني نقرأ لكم الجملة كلها بطريقة صحيحة مفهوم اذا ابدأ القسم نظيف هذا ببغاء جميل الطبيب يفحص غيثة خديجة تجمع الفراش يمسك خالد خيطا أخضر مفهوم جيد نتميم التمرين رقم 4 نحاول ان نلاحظ الصور ونكتشف ماذا يوجد بها اذا لاحظوا معايا الصورة الاولى على ماذا تحتوي الصورة الاولى تحتوي على حيوال ما اسم هذا الحيوال اسمه خروف اذا هذا خروف الصورة الثانية ماذا تمثل هذه واحد يعني واحد الالة اللي كيستعملوها العمال مثل البناء والنجار كلهم كيستعملوها فتسمى متراكتون اذا هذه متراكتون هذه متراكتون جيد اتميم التمرين رقم 5 ماذا يقول اتمم بكتابة الحرف الناقص ط حرف شين فوق منه فتحة يقرأ شا ثم حرف الخاء فوق منه فتحة يقرأ خاء ثم حرف الغين فوق منه سكون يقرأ غ مفهوم؟ اذا هنا خولة شمس تغسل طيور اعيد خولة شمس تغسل طيور جيد كانت منه انني كنت موف في النموذج كيف قلت لكم سابقا سنجد لكم PDF في صندوق الوصف انتبقى معكم في النموذج اخروا الى اللقاء